دشنت القوات المسلحة خدمات المكتب الاستشاري العلمي لإدارة الحرب الكيميائية ويأتي ذلك في حدث علمي جديد يهدف لتقديم كافة الاستشارات العلمية والفنية في جميع القطاعات المختلفة للحفاظ على البيئة بالعلم تبنى الأوطان وبالتطور ترتقي الأمم وبالكفاءات ينطلق قطار التنمية ومن هنا جاء احتفال إدارة الحرب الكيميائية بتتشيني خدمات المكتب الاستشاري العلمي في حدث علمي جديد يهدف لتقديم كافة الاستشارات العلمية والفنية في جميع القطاعات المختلفة للحفاظ على البيئة الخطوة الجديدة التي تتعمل أننا نقسم المجالات بتاعت البيئة ما بين مياه هوى تربة في تخصصات من الشباب المصري سواء من القوات المسلحة أو من المدنيين موجودين في المكتب الاستشاري العلمي الجامعات كلها النهاردة والمراكز البحثية موجودة تحت المظلة بتاعت المكتب الاستشاري العلمي لتقديم كل الخدمات البيئية ولكن الأهم من كده وجود بحث وتطوير لأنواع التكنولوجيات اللي ممكن نستخدمها في عمليات الرصد البيئي في عمليات مكافحة الغازات مشاكل وأزمات التلوث البيئي زي التلوث بالزيت إزاي نقدر نحل المشكلة في وقت قياسي وكل الأجهزة المحمولة زي المعامل المتنقلة الحفل الذي شارك فيه عدد من قيادات إدارة الحرب الكيميائية والهيئات والمتخصصين في مجال البيئة والتنوع البيولوجي أكد على أن المكتب الاستشاري من شأنه يدفع عجلة الاستثمار والصناعة لما يحتويه من كوادر علمية ومعامل تعمل بأحدث وسائل التكنولوجيا هذا المركز سيضيف ولا شك إضافة كبيرة جدا وخاصة لقطاع الصناعة لنا أحد أبناء الصناعة بمعنى أن عندما نقيم مصنع جديد لازم أن نعمل من ضمن المتطلبات أن نعمل دراسة لدراسات الأثر البيئي لهذا المصنع الجديد وبالتالي هذا المكتب العلمي من ضمن مهامه الأساسية إجراء أو عمل دراسات الأثر البيئي للمنشآت الصناعية الجديدة ضمن النشاطات بتاعته دراسة الأثر البيئي للمشروعات وهو فعلا أقام معظم من المصانع اللي أقامها الجيش حاليا أو في الفترة الأكيرة دي اللي عمل دراسات الأثر البيئي هنا الزملاء هنا في دارة الحرب الكيموية فهم عملين عندهم خبرة جيدة جدا في دراسة المشروعات ومدى إمكانياتها ومدى صلاحياتها ومدى جدواها من ناحية البيئية ومن ناحية العلمية فأعتقد أنه سيبقى أيضا إضافة جيدة جدا في هذا الاتجاه الفيروسي ومكفحته كان نموذج للأداء بتاع دارة الحرب الكيموية أو الحرب الكيموية في المواجهة ومكفحة فدي نمازج طيبة جدا الواحد بيشوفها الآن لتشجيع الشباب وتشجيع فكر جديد والشكل جديد وجيل لازم يأخذ حقه في أنه هو يعمل شيء لدولته والبلد وفي نهاية الحفل تفقدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد أقصام المعرضة الذي أقيم على هامش الاحتفالية واستمعت إراء شرح من رؤساء الشركات الهندسية بمختلف تخصصاتها محمد الخطيب التلفزيون المصري